منه نذير وبشير وأن اتغفروا ربكم ثم نتوبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حزنا إلى أجل مسمى ويغلق الذي صغل صغلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم يستخصوا منه ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق الزماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلا يقولن ما يحكثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك كارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يطلون افترا قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونكم فاعلموا أن ما أنزل فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبختون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما طلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بنية من ربه ويجلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يفكر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من استرى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يقوموا معجدين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أوليا يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يستطيعون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخثرون إن الذين آمنوا وعينوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيما خالدون مفل الفريقين كالأعمى والأصمي والبطير والزميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ يَرْفَلْنَا نُوحًا بِلَا قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَاصُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا النَّذِيمٌ إِلَّا اللَّذِينَ هُمْ أَرَابِنُا بَادِيَا الرَّأِيِّ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينٌ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألسمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا من أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم ولكني أراكم لا تسألون ويا قوم من ينطرون ويا قوم من ينطرون إن طرتهم أفلا تبكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدني أعينكم لن يطيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الصاليم قالوا يا النهح قد جادلتنا فأكثرت لدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصي إن أردت أن أنطح لكم إن كان الله يريد أن يرميكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بني مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يضمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبث إسم ما كانوا يفعلون واصمعي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحديه ويحلي عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلى من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ارتبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موض كالجبال ونازى نوح ابنه وكان في معزن يا بني يرتم معنا يا بني يرتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعوني إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاقم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما البوج فكان من المغرقين وقيل يا أرض برعي ماء ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الصالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أبي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني يعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفظني وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اخبط بسلامنا وبركاتهم عليك وعلى أممنا معك وأممهم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الضيب نوحيها إليك ما كنت تعلم ما أنت ولا قولك من قبل هذا أصبر إنه العاقبة له الثقين وإلى عاد أخاه الهدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا نسترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم ثم نوضوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى هوتكم ولا ستولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بكاركين هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ونقدر فما نحن بلا قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التبعك إلا النبي إلا الذين هم أراضلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارثون ويا قوم لا أسألكم عليهما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم ولكني أراكم ومن تجهلون ويا قوم من ينطل من الله إن طرستهم أفلا تبكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزني أعينكم ولا أقول للذين تزني أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نح قد جادلتنا فأكفرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يرويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بني مما تجريون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبث إثم ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملعا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسنف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلي عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لوفور رحيم وهي تجري بهم في موض كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني يرتم معنا يا بني يرتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاقم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ضدعي ماء ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بري من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفظني وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلامنا وبركات عليك وعلى أمن من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم ما أنت ولا قولك من قبل هذا تصبر إنم العاقبة للمتقين وإلى عاب أخاه الهودى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا نسترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي سطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم نوضوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا ستولوا مجرمين قالوا يا هود ما جدتنا ببينة وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بليل مما تشرفون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا منذرون إني توسلت على الله ربي وربكم ما من دافة إلا هو آخذ بنافيتنا إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبدغتكم ما رسلت به إليكم ويتخلف ربي قوما غيركم ولا تحرونه شيئا إن ربي على كل شيء حقيق ولم ناجى آهنا نجيناه دو والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الظليل وعف المسل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ضم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت عب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث وصاب والسياطين كل بناع وهواس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أعطاعنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برهلك هذا مغتسل بارد وشراه قربتي نجوة ونيران الشوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة